اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارفعوا الى مقام جلالتكم اسماءات التهاني والتبركات بتخرج ابنكم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية بمرتبة الامتياز ونيل سموه جائزة آمر الكلية تقديرا لسموه على ما ابداه من تفوق وانضباط واذا ارفعوا لجلالتكم حفظكم الله التهاني والتبركات بهذه المناسبة السعيدة لا اعرب عن عظيم شكر والامتنان والعرفان لجلالتكم على توجهاتكم وما حظي به ابنكم من كريم الرعاية والاهتمام والتي كان لها الاثر الكبير فيما تم انجازه في هذه الكلية البريطانية العريقة ونسأل الله ان يوفق الابن العزيز للعمل مع شباب هذا الوطن على كل ما يسهم في رقيه وتطوره تحت لواء جلالتكم حفظكم الله ورعاكم سائلنا الله العلي القدير ان يمتع جلالتكم بمنفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والازدهار لمملكتنا الغالية ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا وابعث حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا ببالغ الشكر والتقدير تهنئة سموكم حفظكم الله بمناسبة تخرج ابننا العزيز سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة من الكلية البحرية الملكية البريطانية ونيله مرتبة الامتياز ونيله سموه جائزة آمر الكلية تقديرا على ما أبداه من تفوق وانضباط وإننا ونحن نحتفل بأيامنا الوطنية المجيدة لنفخر بهذا الإنجاز العلمي والعسكري ونهنئ سموكم وسمو الابن عيسى ونتطلع إلى أن يكون سموه في مصاف الشباب المخلصين العاملين لنهضة هذا الوطن وحماية مكتسباته كما وأننا نود أن نعبر لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير العميقين للجهد المخلص والذي بذله الابن سمو الشيخ عيسى وتفوقه أثناء دراسته متطلعين أن يسهم سموه مع إخوانه أبناء البحرين المخلصين في نهضة الوطن العزيز وتقدمه وازدهاره دعين الله عز وجل أن يوفقه في حياته العسكرية القادمة في خدمة وطنه العزيز بارك الله في سعيكم وأمدكم بصحة والعافية ودمتم في حفظ الله ورعايته سالمين ولدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر